بالجزء الأول تكلمنا عن الـ conventional pavement هذا الجزء راح نبدأ بالتكلم عن الـ full depth asphalt pavement ثم التطرق إلى الطبقات التبليط توضيح كل طبقة الـ full depth asphalt pavement constructed by placing one or more layers of hot mixed asphalt directly on the subgrade or improved subgrade فإذا هذا النوع من الـ pavement راح يتكون فقط من طبقتين اللي طبقة subgrade فوقها طبقة سميكة من الخليط الأسفلتي This concept was conceived by asphalt institute in 1960 هذه المؤسسة هي أول ما اخترعت هذا النوع من الـ pavement It is generally considered in the most cost effective نحن تكلمنا بالمحاضعة السابقة قلنا أنه اختيار طبقات التبليط التي تكون منها التبليط باعتمد على عامل المهمة هي الكلفة والأسباب الفنية والتقنية أسباب الفنية والتقنية نقصد بها أن توزيع اللود على طبقات التبليط كلما يكون اللود أعلى كلما أحتاج إلى طبقات أكثر حتى يكون اللود الواصل إلى طبقات التربة أقل ما يمكن تأثير اللود طبعا يكون أقل ما يمكن فممكن إذا كان اللود أقل أنه نكتفي بطبقات أقل وبالتالي اقتصاديا هنا رح يكون كلفة أقل يعني عملية إنشاء رح يكون احتاج إلى مواد أولية أقل كلف المعدات والأيد العاملة أقل كلف إداري أقل وبالتالي حتكون اقتصاديا كلفتها أقل بما أنه نزيد طبقات تبليد حتى في حال إذا كان ترفيك بوليوم عالي مع هذا هذا النوع من التبليد ممكن أستخدمه في حال ترفيك بوليوم عالي وذلك بزيادة سمك طبقة الأسفلت وممكن طبقة الأسفلت هذه تكون عبارة عن طبقتين وطبقة واحدة This type of construction is quite popular in area where local materials are not available واحدة من أسباب استخدام هذا النوع من التبليد هي عدم توفر المواد التي نحتاجها في طبقات بيس والسببس التي تحتاج بها إلى أنواع من الحصو والفيلر في ذلك هي أكتفي بالمواد الأسفلتية وأستخدمها لإنشاء طبقات علوية It is more convenient when to purchase only one material طبعاً هنا إذا كانت المواد غير متوفرة فممكن أحتاج إلى أكثر من مصدر إلى شراء المواد مثلاً مصدر متخصص لبيع مواد أسفلتية الأخرى aggregate إلى آخره فذلك أنه من الأسهل لأثناء عملية الإنشاء شراء مادة من مصدر واحد This minimizes the administration and equipment costs أيضاً هذا يقلل كله في المعدات التي أحتاجها عملية الإنشاء كله في الأيد العاملة وكله في الإدارية هناك عدة advantages أي محاسن لهذا النوع من التبليط النقطة الأولى They have no permeable granular layers to entrap water and empire performance The granular layers عادتاً تكون التي تكون من الحصى تكون بما أن الحصى كبير فيكون الفجوات بينتهم كبيرة وهذه ستسمح بنفاذية المياه بدما طبقة الأسفلت في الطبقة العلوية ستكون هي من نوع dense graded أي تكون أن الفجوات تكون أقل ما يمكن فكلما تزداد ستسمح طبقة الأسفلت هي طبقة surface ونستغني عن طبقة granular كلما عملية نفاذية المياه ستكون أقل وبالحالة سنحافظ على مستوى رطوبة أقل في سطح التربة Time required for construction is reduced بما أن الطبقات المتعددة ستقل إلى طبقات الأسفلت وطبقات التربة فعملية الإنشار ستحتاج إلى وقت أقل في الطرق المعروفة باستخدام عالي من قبل المركبات بنفس الوقت ستحتاج إلى إضافة ممر أو ممرين لهذا الطريق فأضطر إلى غلق الطريق لفترة مؤقتة أي حين إكمال عملية التنفيذ وتفيض طبعاً الممر الإضافي وهذا سيسبب لي مشكلة مرورية فاستخدام هذا النوع من الـ pavement اللي هو full depth اللي يحتاج إلى وقت أقل للتنفيذ رح يحل لهذه المشكلة رح يغلق الطريق بمدة أقل والتالي أجنب مشاكل ناتجة عن غلق الطريق لمدة أطول لكن إذا كان سمق طبقة الأسفلت جداً كبير يعني إذا وصل إلى 4 إنج اللي هو تقريباً 102 مليم أو أحياناً أكثر فهناي طبعاً عملية الـ construction رح تحتاج إلى مدة أطول They provide and retain uniformly in the pavement structure كي structure إحنا كي structure اللي هو تكون مجموعة عناصر هنا الطبقات رح تكون كل ما تكون أقل كل ما ينفرمتي الـ uniformity اللي هي خلنا نقول النظامية الانتظامية أو الخصائص الواحدة يعني للـ structure فإحنا كل ما تكون يعني الطبقات متعددة كل ما الخصائص رح تختلف من طبقة الأخرى فإحنا إذا استغلنا عن طبقات متعددة لطبقة واحدة فالـ uniformity هنا رح يكون أعلى They are less affected by moisture or frost طعاً تأثير طبقة الـ subgrade من الرطوبة أو الفروست اللي هو عملت الانجمال رح يكون أقل ودراسات أثبتت أنه محتوى الرطوبة للتربة تحت طبقة full depth أسفل أقل من محتوى الرطوبة للتربة اللي تحت الـ granular basis هذه هي المحاصر نجي هسا إلى أهم طبقات التبليط اللي شرحناها وعرضناها بالنوع الـ conventional وإننا رح نجي نحتي عن كل طبقة على أحده بهذا العرض رح نبدأ بالطبقة العلوية اللي هي طبقة عندنا رح نشوف بهذا الرسم وكو عندي كورسس اللي هي surface, behinder, base course, sub-base, compacted subgrade وكو عندي الكوت السيل كوت تاك كوت والبرايم كوت نجي نبدأ بالكوت وبعدين نكمل الكورسس نبدأ بأول كوت اللي هو الأعلى طبقة اللي هو السيل كوت والسيل كوت وهذا ما أشير أنا عندي بالرسم بالسهم الأحمر السيل كوت هو it is a thin surface treatment used to waterproof the surface and to provide skin resistance where the aggregate in the surface course could be polished by traffic and become slippery الطريق المستخدم يعني ما طريق الجديد أثناء عملية مرور المركبات والاحتكاق اللي يصير ما بين عجلات المركب وما بين الطريق في الأجريكات بالطبقة السيرفيز رح يصير يسميها بوليشنج يعني رح يتسقل فيصير الاسكيدر السلسنج إثناء كلش قليل يعني مقاومة السطح الطريق للانزلاق رح يكون قليل وهذا رح يؤدي إلى انزلاق المركبات إثناء مرورها باستخدامها للطريق خاصة لما يكون الجورة طب فإحنا حتى نعالج هذه المشكلة لإثناء مراحل تجري الطريق رح نستخدم السيل كوت هذا رح يمنع تأثر المركبات بالأجريكات المسقل إضافة إلى هذا أيضا إذا عدي مشكلة نفاذية المياه إذا شفنا أنه بداية الفجوات تظهر ما بين الأجريكات وتسمح بدخول المياه ونفاذية المياه إلى طبقات التحت وهذا سيسبب لمشاكل طبعا هندسية فالطبقات السيل كوت ممكن تستخدم كووتر بروفينج أي تمنع نفاذية المياه إلى الطبقات السفلة هنا هنشوف هذا الصورة تتوضح عمليات فرش السيل كوت بطريق مستخدم هناك كوكراك عندنا فإذا طريق هذا أصلا مستخدم يعني مشغل فإذا يعالجه فقط بيفرج طبقات نشوفها جدا رقيقة من الأسفلت الطبقة الثانية عندنا التاك كوت هذا ما أشهر عندي برد السهم الأحمر التاك كوت إيضا هو طبقة من الأسفلت عادة يستخدم الميليشن دوليتد وث بوتر هذا الأسفلت المستحلب اللي يخلط مع الماء بروفايد بروبر بوندينج بتوين تولاييرس أو باين داك كوت هذا النوع طبعا يستخدم كمادة لاصقة أو رابطة ما بين طبقتين أسفلتية يعني هذا اللي فرقه عن البرايم كوت التاك كوت يستخدم مادة لاصقة أو رابطة ما بين طبقتين أسفلتية يجب أن يكون سمكة جدا قليل يجب أن يكون سمكة جدا قليل يجب أن يكون سمكة جدا قليل عادة المنوفرشو بالطريق يعني نقول عملية الجفاف رح يتم بسرعة وهذا وهذا رح يمنع نفاذيته إلى طبقة السفلية وعادة نحن ما نحتاج أنه يعني هذه المادة تنفرج أنه تنفذ إلى طبقة التحت وحشوف هنا بهاي الصورة يكون عندي طبقة أسفلتية ليتم عملية رشها بمادة أسفلتية مستحلة لغرض تهيئتها ليفرج طبقة أسفلتية وحشوف إذا شفنا يعني في على سكشن البعيد من الطريق يكون عند طبقة أسفلتية مفروشة هذي بعد استخدام الاموليشن داك كود النوع الكود الثالث اللي هو اللي هو Application of Flow Viscose Cutback Bitumen هذا النوع الأسفلتي المستخدم هنا هو ذات الفيسكوسي قليل كسمي Cutback Bitumen to unabsorbing surface like granular base with binder layer as a place ومثل ما نشوف الصورة لنستخدم prime code طبقة تفرش على طبقة base course أو sub-base يعني طبقة granular فعادة هو provide bonding between two layers أحدهما يعني تكون طبقة base course والأخرى طبقة أسفلتية فتكون رابطة ما بين طبقة أسفلتية وطبقة granular اللاكتاك كود prime code penetrate into layer below طبعا لأنه يفرش على طبقة granular فهناه النفاذية ممكن ممكن ينفذ يتخلى المادة هذا المادة الأسفلتية تتخلى الفويس بالgranular وحتى بهالحالة راح يعني يضمن الترابط ما بين granular وما بين طبقة الأسفلتية طبقة surface طبقة العلوية top layer it is the layer directly in contact with the traffic load هاي الطبقة هي طبقة اللي على اتصال مباشر مع الإطارات المركبة اللي هي تعتبر نقطة تسليط الحمل على الطريق أو اللود على الطريق generally contains superior quality of material وقالنا لأنه هي top layer فاجب أن تتونشأ من باستخدام مواد ذات quality مواصفات جدا عالية they are usually constructed with dense graded asphalt concrete نوع الأسفلت يسميه dense graded أي ذات فاجوات جدا قليلة حتى تمنع نضمن عدم فاضية المياه إلى طبقات السفلة it provides character such as friction and smoothness لأنه إحنا الطريق نحتاج يكون tough it must be tough to resist the distortion and the traffic and provide smoothing and to get resistant riding surface إحنا نريده يكون tough كفاية حتى يقاوم النوع الفشل اللي يصير بالطريق إنها تجمل الترافيق وبنفس الوقت read the smooth يعني كفاية حتى يوفر comfort comfort للسائق المركبة وبنفس الوقت يكون skid resistance حتى يمنع عن زلاق المركبات خاصة بالجوارة it must be waterproofing أيضا حتى يكون بخاصة الwaterproofing حتى يمنع نفاضية المياه إلى طبقات التربة وهذا اللي يؤدي إلى حصول مشاكل هندسية بسبب الرطوبة العالية هذه الصورة توضح هنا فرش طبقة surface أثناء عملية التنفيذ أخذنا لكم هذه الصور لنشوف إنه أقعاني عندي طبقة binder وهذه فوقها طبقة surface طبقة ثانية على طبقة binder course اللي هي تعتبر الطبقة المهمة بالجزء الأسفلتي من الطريق باعتبارها هي الطبقة الأسمك اللي بالنقطة ثانية موضح أنه الغرضها الأساسي هو يعني استقبال اللود خلنا نقول ناقل لتأفيل اللود من الطبقة surface إلى طبقات base و sub base الطبقات التحتية الطبقة اللي تميزها عن طبقة surface إنه رح يكون بيها granula نسبة أعلى من surface والأسفل بيها تكون أقل surface كون بيها أسفلت أكثر بالتالي هتعتبر ككلفة كquality أقل من الطبقة السوء العليا So replacing a part of the surface course by the binder course results in more economical design أحيانا بالتصميم يعني الطبقة surface أيضا يستخدمون بها طبقات البايندر حتى يقلل لون بكلفة هاي حنشوف هنا فرش طبقة البايندر على طبقة base course هذه الصورة أثناء عملية الفرش رح نشوف إنه الماد يعني هي تقريبا الخلطة عبارة عن حصوب وبنسبة للأسفل تكون أقل رح نشوف هاي الصورة في الجزء الأعلى هذا تفرج طبقة البايندر رح نشوف إنه طبقة تقريبا يعني شكلها رح يكون smoothing بيها تكون تاف أكثر smoothing بيها تكون أقل من طبقة السفلية رح نشوف طبقة السفلية طبقة surface تكون بيها smoothing أعلى هنا رح نتوقف ونكمل بالعرض القادم بقية الطبقات ترجمة نانسي قنقر